أريد أن أقول لحضراتكم أن الآن تم تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبرامدز في دور الـ 32 لكأس مصر الآن تم تأجيل مباريات النادي الأهلي ونادي الزمالك وبرامدز في دور الـ 32 لكأس مصر وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبرامدز في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتين الأندية الإفريقية وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتنسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات